يوسف من اليمن يقول له هل يجوز للمرأة أن تخرج خارج البيت في خمار ملون مثل الأحمر أو الأصفر أو أي لون تحت نقاب الوجه يوسف بارك الله فيك بالنسبة للحجاب إنما شرع لأن تسترى المرأة زينتها حتى لا تكون عرضة للأنظار و للنفوس المريضة هذا الذي شريع من أجل الحجاب أما أن تأتي المرأة تلبس حجاب ملون و مزخرف و مورد و مزهر ما صار حجاب هذا لذلك التلاوين هذه إذا فعلا جعلت الناس تنتبه و تلفت نظر الناس هذا ليس بحجاب ليس بحجاب لأن الحجاب لما شرعه الله عز وجل الحكمة واضحة و العلة واضحة هي ستر زينة المرأة المرأة ما تتزين إلا لزوجها نسائها محارمها مثلا ما تروح تعرض نفسها للناس فبارك الله فيك تنبه لمثل هذا